الفلاح والثور يحكى أن بغلاً ضخماً وثوراً سميناً كانا يعيشان معاً في زريبة اعتاد صاحبهم الفلاح أن يربطهما معاً بالمحراث لحرث الأرض فأصبح جارين صديقين في الحقل والزريبة ذات يوم قال الثور للبغل لقد تعبنا في الحرث ولم يشغل الفلاح غيرنا لإراحتنا ما رأيك أن نلعب دور المريضين ليريحنا؟ أجاب البغل كيف نتمرد وموسم الحرث قصير صاحبنا يهتم بنا طول العام رد الثور باستهزاء إنك غبي اصبر أنت للعمل المضني أما أنا فسأتمارض تظاهر الثور بالمرض فقدم له الفلاح الأعلاف وتركه يستريح عاد البغل في المساء مرهقاً فسأله الثور ما أخبارك؟ أجاب البغل بذلت جهداً أكثر لأعوذ غيابك تهلل وجه الثور فرحاً وسخر بالبغل لأنه يرفض أن يتمارض ليستريح معه سأل الثور البغل ألم يحدثك الفلاح بشيء عني؟ أجاب البغل لم يتحدث معي لأنه كان منشغلاً مع الجزار هنا انهار الثور وأدرك أن الفلاح سيقدمه للذبح لأنه لم يعد صالحاً للعمل في صباح الغد حذر الجزار وقاذ الثور إلى استبله في انتظار يوم السوق الأسبوعي لذبحه في المسلخ ظل الثور طول اليوم يفكر في مصيره فبادرت هجارته الجديدة البقرة مرحباً بك لماذا تبدو مهموماً؟ حكى الثور حكايته للبقرة فأخبرته بأن صاحبنا الجزارة لا يذبح إلا البهيمة السليمة صحياً والسمينة لحماً ولا يقودها إلى المسلخ إلا إذا فحصها الطبيب البيطري وأكد خلوها من الأمراض وأضافت قائلة وما أظن إلا أنك ثور سليم وسامين وصالح للذبح يبدو أنك أنت الغبي وليس البغلى لم تفكر في العواقب قبل أن تتظاهر بالتمارض أحس الثور بسوء تصرفه وندم على ما قام به فانسكبت الدموع من عينيه وهو يردد لا ينفع الندم بعد فوات الأواني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر